صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم من جديد مبادرة الوقف التعليمي تهدف إلى حشد الدعم الوطني الحكومي الخاص والأهلي لمساندة وزارة التربية والتعليم في تحسين البيئة التعليمية في مدارسها ببناء المدارس ومرافقها وغرف رياض الأطفال بالإضافة إلى أعمال الصيانة والمساهمة في نفقات اللوازم المدرسية وأيضا فيما يخص التغذية المدرسية ومعنا نائب رئيس مجلس وقفية التعليم العين الدكتور ياسين الحسبان صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك وكل عام وحضرتك بألف خير وأنت بخير يا ستي بداية دعنا نعطي شرح مفصل للمشاهدين عن ما هو مجلس وقفية التعليم وما هو الهدف منه سيدي أول شيء شكرا على الاستضافة مجلس وقفية التعليم بدنا نشوف ما هي الأسباب الموجبة التي أدت إلى حدوثه كان فيه تقرية لوزارة التعليم مع البنك الدولي أن الأردن بحاجة إلى ستمائة مدرسة خلال العشر سنوات القادمة هذا يعني ستين مدرسة كل سنة أنا أعتقد لا تستطيع الحكومة الأردنية ولا موازنة وزارة التعليم أنها تبني ستين مدرسة في كل عام فكانت مبادرة الحقيقة والفضل يعود فيها إلى كان وزير تابي والتعليم أنا ذاك الدكتور عمر رزاز وكان وزير الأوقاف أنا ذاك دكتور وائل عربيات إنسان متفهم وإنسان مفكه فرجعوا إلى الخلف أن الحضارة الإسلامية كانت تعج بالمستشفيات وبالمكتبات وبالمدائس التي هي وقفية فتشكل مجلس الوزراء في عام 2018 شكل مجلس وقفية من خيارة شباب البلد أصحاب عمال الخيار وتم انتخاب معالي حمد الطباع رئيس لهذا المجلس وبدأنا نعمل على كيفية أن هذه الثقافة الثقافة خليني أقول التي كانت ثقافة إسلامية عالمية أصبحت ليس موجودة حاليا ولذلك بدأنا يعني أنه نحاول ننشر وعي لازم يكون في وعي عند الناس أنا من الناس اللي أول واحد تلقفت الفكر أنا كنت مخطط أني أنا أبني جامع باسم والدي وشاءت الصدف أني أنا أخذت المهندس ماجد الطباع وطلعت على الأرض وشفنا الأرض وعني لأني كنت عامل مسجد لوالدي فبدي قلت بدي أعمل كمان مسجد لوالدي اللي ما بعرفه اللي توفى قبل أن أخذ فكان إلي زيارة للعمة وبالصدفة التقيت مع وزير الأوقاف الحالي أنا ذاك اللي هو معالي الدكتور وائل عابيات في منزل القنصل الأردني ماجد قطانة كان عزمنا على عشاء فقعدت أنا وياه بحكي له بدي أعمل هيك بدي أعمل هيك قال لو تسأل أنت المنطقة فيها جوامع فمسكت التلفون وأنا بجنبه وضع بالتلفون لأبن عم إلي مهندس في المنطقة سألته فيه جوامع بالمنطقة قال لي فيه جامعين فبالتالي هم بحاجة قال لي واحد مسكى واحد مصلن فيه فقال له ليش ما تعمل وقف تعليمي ووقف صحي هو يعني فساويت فكرات في المدرسة رحت على وزير التربية والتعليم وقلت له لوزير التربية والتعليم اللي هو دكتور عمر عزاز أنا بدي أبني مدرسة ولكن خايف من البريقراطية الأردنية لأني جرابتها في المسجد وعذبوني بدك تروح تطلع سنة تسجيل لازم تيجي أنت شخصيا لازم بنفس اليوم قلت له أنا ما بقدر بشتغل ما بقدر بس أنا حاب أتباع في مدرسة من الأي تزد بهذا الشأن دكتور بتحس أنه إحنا بثقافة الوقف التعليمي عنا بالأردن هل هي ثقافة منتشرة؟ لا أبدا بالعكس إحنا نحاول الآن مجلس الوقفية على تحفيز الناس نشرها لأنه هي صدقة جائية يعني الصدقة العادية اللي أنت بتعطيها اللي أغلب الناس الخيئين زي هلا برمضان بعطوا خليني أقول إما أموال وإما طود أنا بقول هاي صدقة تنتهي بعد الأخذ ولكن الصدقة الجائية المستدامة هي اللي بيضلها على طول أنا لما بشوف يعني بيجيني فيديوهات من المدرسة الأولاد بلعبوا وأنا عملت مدرسة نموذجية كل إشي فيها نموذجي لأنني أخذت المخططات من وزاعة التربية والتعليم وساعدوني وزاعة التربية والتعليم بإنشاءها يعني خلال أربع شهور ونص طب فيما يخص مجال الوقف التعليمي ما هي المجالات التي يمكن التبرع فيها بهذا المجال؟ يعني هلأ مش كل الناس يمكن دكتور عندها المقدرة على بناء مدرسة كاملة متكاملة؟ ولكن كيف من الممكن أن يكون التبرع للتعليم؟ مفتوحة مفتوحة كلهم حسب إمكانيات يعني بتقدر أنت تعملي غرفة واحدة صفية في أحد المدائس اللي بحاجة بتقدر تعملي مختبى بتقدر تشتري آلات مختبى بتقدر تشتري مقاعد يعني حسب البجت تبعك حسب ميزانية الواحد حسب ميزانية الواحد اللي بديت برع فيها يستطيع أن يتبرع بأي شيء نعم في ناس يعني يكملوا مدائس مبنية احتاجت إلى غرف صفية تنين أو تلاتة بتقدر تعمل حضاني للمدرسة ويغير مكلف يعني نعم ولذلك أتيح المجال حتى كتب مدرسية بتقدر أنت تتبرع شراء كتب مدرسية للطلب الفقراء ممكن صوبات أيضا المجال مفتوح مفتوح بس أنا كنت أتمنى على الدولة الأردنية لو أضافت إلى الوقفية التعليمية والصحية لأنه في ناس كتير بيحبوا أنهم يبنوا مستوصف طبي يبني مستشفى موجود هذا في العالم كله نعم طب دكتور لو نتحدث بعض الشيء عن موضوع التعاون القطاع الخاص وأيضا الشركات موضوع التبرع للوقف التعليمي ستة إحنا دائما سيدنا الله يطول عمره ومنهنيه بالسلامة دائما يدعو إلى شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام ولكن ومع الأسف لا تتجسد هذه الشراكة بمعناها الحقيقي لا من الدولة ولا من القطاع الخاص أنا بحطش اللوم على القطاع الخاص حتى الدولة بعض أحيان بتعمل أشياء ومشايع وإشي بدون التشارع مع القطاع الخاص أنا بقول بلدنا مليء بالشركات بالبنوك بالمؤسسات المالية اللي نتيجة الأمن والاستقرار في هذا البلد أنها عم تربح المفروض أنه هاي الشركات وهاي المؤسسات أنه يكون فيه إلها شيء مستدام يعني مش أنا أوزع عطود أو أعمل حفلة برمضان إني أعمل مستشفى أعمل مستوصف طبي أعمل مدرسة وتسمى هذه المدرسة باسم هاي الشركة وأنا بعتقد أنه آن الأوان أنه إحنا كمواطنين وكأفراد إن ساهم في تحمل أشياء عن أعباء الدولة الدولة لا تستطيع خاصة يعني أنا بقول بشفق على وزارة التابعة والتعليم لما بشوف بالأعيان من ناقش موازنتها طب ما إيجاها عشرين بالمية زيادة سكان في يوم واحد من اللجوء السوري هجرت الطلاب من المدارس القاصة للحكومية إلى المدارس الحكومية كل هذا خلق عبء كبير لا تتحمله يعني نعم نتمنى تكون الرسالة وصلت دكتور شكرا جزيلا لحضرتك معنا إذن كان نائب رئيس مجلس وقفية التعليم العين الدكتور ياسين الحسبان شكرا جزيلا لحضرتك شكرا شكرا